بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ننذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إذ ما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصئون وسباهم عليهم أن نذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشر رحمن بالغيب فبشر الله فرطه أجر الكريم إنا لحي المتاونة ونتم قدموا عسارهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شميثنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الببين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه أرجعون فأأتأخذ من مدونه آلية الإير وإحباد بذر لا تغنع مني شفاعة عمشي أو ولا ينقذون إني إذا لفي غلال ابتكين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجانة قال يا علي تقومي على علونة ما غفر لربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع شغرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة لهم منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم لكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعطلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطم على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا نعيب صرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما قرآنه مبين لأنذر من كان حياه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها معلقون وذللنا لهم ومنها رقوه ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذ من دون الله آلية لعلهم يؤنصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دنود محضرون فلا يحجنك قولهم إذنا نعلم ما يسير صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سيني والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فانزينك عزيز الرحيم لتناثر قوما ما واناثر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أأنذرتكم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فاشر رحمن بالغيب فبشره اللغفرة واجر الكريم إنا نحن نحي المتاونة ونتم قد مواثرون وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المساجون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمسلون وما أن نزل الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ القبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية إيرد وإحباد بذر لا تغنع مني شفاعت عمشي أولا ينقذون إني إذا لكي غلالي مدفين إني آبذنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجانة قال يا عليك قومي على علونة ما غافر لربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جنودهم من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعناب وفجرت فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقدر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وأعيطهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن وفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغذر منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعطلون هذه جعنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواهي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأناهم صرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما قرآنه مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها معلقون وذللنا لهم ومنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم يؤنصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دون دون محذرون فلا يحزنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسير صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي يجعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشر رحمن بالغيب فبشره الله فرطه أجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثورا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الملاغ الببين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه أرجعون فأتأخذ مني دونه آلية الإير وحباد بذر لا تغنع بني شفاعة عمشة ولا ينقذون إني إذا لفي غلال الببين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجانة قال يا عليك قومي على ألون بما غفر لربي وجعل لي المكرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم جنودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعناب وفجرت فيها بالعيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل نهار مما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وأعية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجديد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغينها أن تدرك القبر ولا الليل سادق النهار وكل نخيف لك يسبحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاش ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة لهم ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معجزين وإذا قيل لهم أن وفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أأملون أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبنبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة أول واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم منهم لذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وأمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا نعيب صرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآنه مبين لأنذر من كان حيه ويحيح القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعمدوا فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوه ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينصرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسير صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي المعظام ويغمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أبنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أي خلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سيني والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فانزينك عزيز الرحيم لتناثر قوما ما والناثر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدسا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تناثروا إن لا يؤمنون إنما تناثر من اتبع الذكر فشر الرحمن بالغيب فبشر الله فرطه أجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء آل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثورا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الملاغ الببين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ مني دونه آلية الهي يرذل وحباد بذر لا تغنع بني شفاعت عمشي أولا ينقذون إني إذا لفي غلال الببين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاينة قال يا عليك قومي على ألون بما غفر لربي وجعل لي المكرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم جنودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأناب وفجرت فيها بالعيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسأله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير معزل معليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تبرك القبر ولا الليل شابق النهار وكل نخيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ شبرقهم فلا صريف لهم ولا هم ينقضون إلا رحمتكم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معزين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للنذين إن أمنوا أنتعم من أو يشاء أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فيما هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعاجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم نعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم لكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جعنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطم على أفواهه تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما قرآنه مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها معلقون وذللنا لهم ومنها رقوه ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دنود محضرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسير صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي الرعظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ننذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن نذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشر رحمن بالغيب فبشر الله فرطه أجر الكريم إنا نحن 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 نتا ونتما قد مواثرون وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثنا وما أنزل الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الجمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدينة يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون أأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بذر لا تغنع بني شفاعت عمشي أولا ينقذون إني إذا لفي غلالي بطفين إني آمذنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاينة قال يا عليك قومي على علونة ما غافر لربي وجعل لي المقرمين وما أعزلنا على قومهم بعدهم جنودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعناب وفجرت فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وأعيطهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة الكمنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذوا نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعاجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم ليكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطم على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنهم لا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما قرآنه مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها معلقون وذللنا لهم ومنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دنود محضرون فلا يحجنك قولهم إذنا نعلم ما يسير صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي يجعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أذنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول لهم فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فوزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا فيه أعناقهم أولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغفرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من دونه آلية إيرد وحباد بذر لا تغنع بني شفاعة عمشة ولا ينقذون إني إذن لفي غلالي مرحبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخلت جاهنة قال يا عليك قومي على علونة بما غافر لربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إذين لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعنا به وفجرنا فيها بالعيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وأعية لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغينها أن تدريك القبر وللليل سابق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآيات لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة أننا حمدنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيظين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنى ويشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجلات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدنا محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلميكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إزلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكتبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا نعيب صرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآنه مبين لأنذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكسون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دون محضرون فلا يحزنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الكرسرين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن عذرتهم لم تنعذرهم لا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشر الله فرطه واجر الكريم إنا لحي المتاونة ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المساجون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثنا وما أنزل الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الجمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدينة يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية الإير وحباد بذر لا تغنع مني شفاعة عمشي أولا ينقذون إني إذا لكي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا علي تقومي على علونة ما غفر لربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جنودهم من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعنابه فاجرت فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس يمغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمتكم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعاجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجريون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره القرآن المبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعمل فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم يؤنصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دون دون محذرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يصير صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم القبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أأنذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شمتنا وما أن نزر رحمن من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأ في غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجانة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة الأرجون القديم للشمس يمغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية له أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنى ويشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى رب إذ يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواهه تكتبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لما سقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لنظر منك نحيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم ومنها رقوهم منها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكزون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينصرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعملوا ما يصير صغر وما يعلنون أولم له الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب كبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الرعظام ويغمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولى له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أأنذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغفرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شمتنا وما أن نزر الرحمن من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية الهير وإحباد بذر لا تغنع مني شفاعت عمشي أولا ينقذون إني إذا لفي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاينة قال يا عليت قومي على ألون بما ظفر لي ربي وجعل لي المكرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جود من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخيره أعنابه فجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تذبط الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمتكم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم ليكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعمدوا فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جنود محذرون فلا يحجوك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتناثر قوم مما وناثر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناقهم أولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن هذرتكم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الله فرطه أجر الكريم إننا نحن نحي المتاونة ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن أسر مدينة رجم يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بزر لا تغنع بني شفاعة عمشة أو لا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخلت جاينة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت إنا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تثبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من أو يشاء أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغرق منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكتبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنصفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمروا ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندت أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكسون واتخذوا من ندون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينود محضرون فلا يحزنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الله فرطه أجل الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شمتنا وما أن نزر رحمن من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية الهير وحباد بذر لا تغنع بني شفاعت عمشي أو ولا ينقذون إني إذا لفي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاهنة قال يا عليت قومي على ألون بما غفر لي ربي وجعل لي المكرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جود من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخيره وأعنابه وفجرت فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تذبط الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمتكم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعاجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم ليكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لأنذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعمدوا فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوه ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دمود محذرون فلا يحجنك قولهم إذنا نعلم ما يسير صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظاق ويغمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فانزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ننذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن نذرتهم لم تنعذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فاشير الرحمن بالغيب فبشر الله فرطه واجر الكريم إنا لحي المتاونة ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المسادون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثنا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الجمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدينة يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية الإير بالوحباد بالذر لا تغنع بني شفاعة عمشي أولا ينقذون إني إذا لكي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجانة قال يا علي تقومي على علونة ما غفر لربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخيره وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجديد مستقرد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس يمغي لها أن تبرك القبر ولا الليل سادق النهار وكل نفيف لك يسبحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاش ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة لنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معجزين وإذا قيل لهم أن وفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى هذا العديم كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذوا نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغرق منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لأنذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها معلقون وذللنا لهم ومنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكسون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دون دون محضرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي يجعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتناثر قوم مما وناثر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن أذرتكم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شمتنا وما أن نزر رحمن من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية فيه يردو أحباد بذر لا تغنع بني شفاعت عمشي أولا ينقذون إني إذا لفي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاينة قال يا عليت قومي على ألون بما ظفر لي ربي وجعل لي المكرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جود من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخيره وأعنابه فجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تذبط الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس يمغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمتكم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من أو يشاء أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعاجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم ليكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما قرآن مبين لأنه من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جنود محضرون فلا يحجوك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فوزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصئون وسباهم عليهم أن أذرتكم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الله فرطه أجر الكريم إننا نحن نحي المتاونة ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء آل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثورا وما أنزر رحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ القبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أو لا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجانة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة الأوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرك القبر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية له أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعر ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معجزين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم ماذا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى هذا العديد كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذى نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعاجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجريون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواهه تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره القرآن المبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم بغنود محضرون فلا يحجوك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فوزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصئون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الله فرطه أجر الكريم إننا نحن نحي المتاونة ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء آل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرد وإحباد بزر لا تغنع بني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجانة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادت العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل سابق النهار وكل نفيف لكن يسمحون وآية له أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمعنا للمحذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغذر منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لما سقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآنه مبين لينظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوه منها يأكلون ولو فيها منافع مشارف أفلا يشكسون واتخذوا من مدون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينصرون فلا يحزنك قولهم إذ إنا نعملوا ما يصير صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصير قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبهه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولى له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أأنذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشروا بالغفرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أن نزر رحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرب وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجين تقال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت إنا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تثبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من أو يشاء أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمعون لدينا محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغرق منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكتبنا وتكتبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره القرآن المبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكزون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم يؤنصرون لا يستطيعون نصرهم لهم يؤنصرون فلا يحجنك قولهم إذنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم له الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وإي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فوزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصئون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذر إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشروا بالغفرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أن نزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه أرجعون فأتأخذ من مدونه آلية الهير وحباد بذر لا تغنع بني شفاعت عمشي أولا ينقذون إني إذا لفي غلال ابتكين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاينة قال يا عليت قومي على ألون بما ظفر لي ربي وجعل لي المكرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جود من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخيره وأناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تذبط الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاش ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة لهم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواهه تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره القرآن المبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعمل فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوه منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جنود محضرون فلا يحجوك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم له الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويغمين قل يحيي الذي أدنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ننذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أأنذرتهم أم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فشر الرحمن بالغيب فبشر الرحمن بالغيب فبشر الرحمن بالغيب إننا نحن نحي المتاون ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المسدون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثنا وما أن نزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الببين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدينة يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية الإير وإحباد بذر لا تغنع بني شفاعة عمشي أولا ينقذون إني إذا لكي غلالي مدين إني آبذنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا عليك قومي على علونة ما غفر لربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جنودهم من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تذبط الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقدر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قد درناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة لهم منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعاجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن أعمدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم ليكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطم على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أردلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما قرآنه مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكسون واتخذ من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دمود محضرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعم له ما يسر صغر وما يعلنون أولم له الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام ويرم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي يجعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتناثر قوما مما وناثر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أأنذرتهم لم تناثروا إلا يؤمنون إنما تناثر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشروا الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحي المتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المسدون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لإذ لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إير بن رحمن بذر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذن لكي غلالي مرحبين إني آمنتوا بربكم فاسمعون قيل دخلت جاهنة قال يا عليت قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أنزلنا على قومهم بعدهم وجود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من عدون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحانا الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر وللليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولال مبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجلات إلى رب إذ يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمعنا للمحذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلت منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواهه تكتبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآنه مبين لينظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوه ومنها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكزون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم يمصرون لا يستطيعون نصرهم لهم يمصرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم له الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فوزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصئون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الله فرطه أجر الكريم إننا نحن نحن نتا ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء آل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أنزل الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الجمين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدينة يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية الإير وحباد بذر لا تغنع بني شفاعت عمشي أولا ينقذون إني إذا لفي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجانة قال يا عليك قومي على علونة ما غفر لربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جنودهم من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعناب وفجرت فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قد درناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسبحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلوا اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما قرآنه مبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظلنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دون دون محذرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يصير صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتناثر قوم مما وناثر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أن أذرتهم لم تناثروا إلا يؤمنون إنما تناثر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شمتنا وما أن نزروا أحمر من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء الغمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجانة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادت العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية له أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنى ويشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنم التي كنتم توعدون إزلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواه تكتبنا وتكتبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمروا ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيع روما ينبغي له إنه إلا ذكره القرآن المبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوه ومنها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكسون واتخذوا من مدون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينصرون فلا يحزنك قولهم إذ إنا نعلم ما يصير صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربين قل يحيي عن الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أبنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبنه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيلك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ننذر آباؤهم فهم غافلون لقد حرق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سلسل فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أأنذرتهم أم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فاشير رحمن بالغيب فبشروا الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحي المتاونتوا ما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المسدون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الملاغ الغمين قالوا إنا تطيرنا بكم لإذ لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون أأتأخذ من دونه آلية الإيرد وإحباد بذر لا تغنع مني شفاعة المشيئة ولا ينقذون إني إذا لأ في غلال ابتكين إني آمنتوا بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا عليت قومي على ألون بما غفر لربي وجعل لي المكرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعنابه وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تذبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغينها أن تدرك القبر ولا الليل سادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة الكمنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معجزين وإذا قيل لهم أن وفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للنذين إن أمنوا أنتعم من لو يشاء أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى هذا المعدين كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة أول واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فإذا هم من الأجلات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لما سقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن عمدنا فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوه ومنها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكسون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينود محضرون فلا يحزنك قولهم إذنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصير قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويغمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السبابات والأرض بقادر على أي خلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا فيه أعناقهم أولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وصباهم عليهم أن أذرتكم لم تنعذر إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن حي المتاونت وقدموا عسارهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أن نزل الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصدون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تأتهوا لمعجمنكم وليمسنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل من الذين فاطر لي وإليه ترجعون أأتأخذ مني دونه آلية الإيرد وأحباد بذر لا تغنع مني شفاعة عمشي أولا ينقذون إني إذا لأ في غلالي كتبين إني آمد وكتب ربكم فاسمعون قيل دخلت جاينة قال يا عليك قومي على علونة ما غافر لربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت إنا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل نهام مما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تدريك القبر ولا الليل سابق النهار وكل نخيف لكن يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم ينقضون إلا رحمتك إنا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية رب إلا كان عنها معجزين وإذا قيل لهم أن وفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى هذا العدن كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة أولا واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذى نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواه هي تكتبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لما سقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآنه مبين لينظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوه منها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكزون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم يؤنصرون لا يستطيعون نصرهم لهم يؤنصرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعملوا ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وإي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شميثنا وما أن نزر رحمن من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأ في غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجانة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة الأرجون القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل سابق النهار وكل نفيف لكن يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تأتيهم من آية من آية رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنى ويشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربي ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمعون لدينا محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جعنم التي كنتم توعدون إزلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمروا ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيع روما يبغي له إنه إلا ذكره ما قرآنه مبين لينظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوه ومنها يأكلون ولو فيها منافع مشارف أفلا يشكسون واتخذوا من مدون الله آلية لعلهم يمصرون لا يستطيعون نصرهم لهم يمصرون فلا يحزنك قولهم إذ إنا نعملوا ما يصير صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصير قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا فيه أعناقهم أولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أأنذرتهم أم لم تنعذر إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشر رحمن بالغيب فبشره الغفرة واجره الكريم إنا نحن نحي الموتى ونتم قدموا عثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء آلهم سجون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شميثنا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تأتهوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطرني وإليك رجعون أأتأخذ من دونه آلية الإيرب وإحباد بذر لا تغنع بني شفاعة المشيئة ولا ينقذون إني إذا لأ في غلالك تبين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجينة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لربي وجعل لي المقرمين وما وزلنا على قومهم بعدهم وجود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير العزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذرق القبر ولا الليل شابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية له أن أحمدنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة تذبنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معظين وإذا قيل لهم أن وفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعاجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآنه مبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم بغنود محذرون فلا يحجوك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فوزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصئون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الله فرطه أجر الكريم إننا نحن نحي المتاونة ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثورا وما أنزر رحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ القبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرد وإحباد بذر لا تغنع بني شفاعة عمشي أولا ينقذون إني إذا لفي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاينة قال يا عليت قومي على ألون بما ظفر لي ربي وجعل لي المكرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جود من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخيره وأناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تذبط الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمتكم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معجزين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من أو يشاء أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيدهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم ليكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها معلقون وذللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكسون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم دون دون محضرون فلا يحجنك قولهم إذنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام ويرم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي يجعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أأنذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الله صراطه أجل الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شرطنا وما أن نزر رحمن من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية الإير وحباد بذر لا تغنع مني شفاعت عمشي أولا ينقذون إني إذا لفي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجائنة قال يا عليك قومي على ألون بما غفر لربي وجعل لي المكرمين وما أنزلنا على قومهم بعدهم جود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وآناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذرق القبر ولا الليل شابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أن أحمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعر ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكتبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لنظر منك نحيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم ومنها رقوهم منها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ندون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينود محضرون فلا يحزنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولى له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أن نزروا أحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه أرجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرب وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجانة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت إنا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية له أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معجزين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين آمنون أنتعم مذنو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى هذا العديد كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغذر منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لأنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم ومنها رقوهم منها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ندون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينود محضرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم مما ننذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولى له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أأنذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر مثلنا وما أن نزر رحمن من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ القبين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرب وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأ في غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا عليت قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت إنا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادت العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنى ويشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة وله لهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغذر منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواه هي تكتبنا وتكتبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لما سقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لنظر منك نحيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم ومنها رقوهم منها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكزون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم يؤنصرون لا يستطيعون نصرهم لهم يؤنصرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يصير صغر وما يعلنون أولم له الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب كبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويغمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أي خلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ننذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أأنذرتهم لم تنعذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فشر الرحمن بالغيب فبشر الرحمن بالغيب فبشر الرحمن بالغيب إننا نحن نحي المتاون ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المسدون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثنا وما أن نزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الجمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدينة يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لينا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية إيرب وحباد بزر لا تغنع بني شفاعة عمشة أو لا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجينة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تثبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادت العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرك القبر وللليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية له أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمعون لدينا محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغرق منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكتبنا وتكتبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنصفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لينذر منك نحيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارف أفلا يشكسون واتخذوا من ندون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينود محضرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يصير صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصير قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام ويرم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاوشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أأنذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شمتنا وما أن نزر رحمن من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ القبين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية إيرب وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأ في غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجانة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة الأوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية له أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنى ويشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمعوا لذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكتون لهم فيها فاكهة وله لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغرق منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواه تكتبنا وتكتبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنصفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكسون واتخذوا من ندون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينود محضرون فلا يحزنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام ويرم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أن نزروا أحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ القبين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشي أو لا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجين تقال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم وجود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنى ويشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة وله لهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواه هي تكتبنا وتكتبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنصفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكسون واتخذوا من ندون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينود محضرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أن نزروا أحمر من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه أرجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرب وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأفي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخلت جاينة قال يا عليت قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم وجود من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جدنات من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من أو يشاء أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمعون لدينا محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغرق منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكتبنا وتكتبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره القرآن المبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوه منها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكسون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم يؤنصرون لا يستطيعون نصرهم لهم يؤنصرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم له الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويغمين قل يحيي الذي أدنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فوزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصئون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أن نزر رحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية الإير وإحباد بذر لا تغنع مني شفاعت عمشي أو ولا ينقذون إني إذا لفي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاينة قال يا عليت قومي على ألون بما ظفر لي ربي وجعل لي المكرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جود من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تذبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم ليكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواهه تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما قرآن مبين لإنه من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينصرون فلا يحجوك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فوزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصئون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الله فرطه أجر الكريم إننا نحن نحي المتاونة ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أنزر الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الجمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تأتهوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن أسر مدينة رجم يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بزر لا تغنع بني شفاعة عمشي أو ولا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاينة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم جنود من السماء وما كنا معزلين إن كانت إنا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لكن يسمحون وآية له أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنى ويشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمعوا لدينا محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغرق منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكتبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لنصفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أن أعملوا فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكسون واتخذوا من ندون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم ينود محضرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعملوا ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبهه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم تنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولى له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أأنذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشر الله فرطه أجل الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شمتنا وما أن نزر رحمن من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ القبين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأ في غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجانة قال يا عليت قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية له أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من أو يشاء أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزيز عليكمتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيما هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب صحيم وامتاز اليوم أيها المجريون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغرق منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إزلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه تكتبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآنه مبين لأنذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندت أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكسون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جنود محضرون فلا يحجنك قولهم إذنا نعم له ما يسر صغر وما يعلنون أولم له الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي المنظام ويرم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتوا منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبهه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولى له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أأنذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شمسلون وما أن نزروا أحمر من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية إيرد وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أولا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخلت جاينة قال يا عليت قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما أزلنا على قومهم بعدهم وجود من السماء وما كنا معزلين إن كانت إنا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جدنات من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر وللليل شادق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم مدنى ويشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فإذا هم من الأجدات إلى رب إذ يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب ظاحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أغذر منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جعنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكتبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لما سقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لنظر منك نحيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم ومنها رقوهم منها يأكلون ولو فيها منافع مشارب أفلا يشكزون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم يمصرون لا يستطيعون نصرهم لهم يمصرون فلا يحجنك قولهم إذ إنا نعم له ما يسر صغر وما يعلنون أولم له الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب كبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويغمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فنزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسبال عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمتنا وما أن نزروا أحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء القبين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية إيرب وحباد بزر لا تغنع مني شفاعة عمشة أو لا ينقذون إني إذا لأتي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الحجانة قال يا عليك قومي على ألون بما غافر لي ربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزلين إن كانت إنا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريد مستقرد لها ذلك تقدير العزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم للشمس يمغيناها أن تذرق القبر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي المبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق بالصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دمع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبلون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وأن يبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إزلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمروا ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيع روما يبغي له إنه إلا ذكره ما قرآنه مبين لينظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولو فيها منافع مشارف أفلا يشكسون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم يؤنصرون لا يستطيعون نصرهم لهم يؤنصرون فلا يحزنك قولهم إذ إنا نعملوا ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم إنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصير قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام ويرم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبهه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم مما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولا له فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن أذرتهم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الغافرة وأجر الكريم إننا نحن نحن نتاونتما قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر شمتنا وما أن نزروا أحمر من الشيء إذ أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاء البمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تعطوا لمعجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أبن قسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدنى يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية الإير بالوحباد بالذر لا تغنع مني شفاعة عمشي أولا ينقذون إني إذا لفي غلالي بطفين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجاينة قال يا عليت قومي على ألون بما غفر لي ربي وجعل لي المكرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جود من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخيره وأنابه وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تذبط الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمتكم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفهم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم لمنع الذين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاج اليوم أيها المجريون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما القرآن المبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها مالكون وظللنا لهم ومنها رقوه ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جنود محذرون فلا يحجوك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سير والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك مستقيم فوزينك عزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصئون وسباهم عليهم أن نذرتكم لم تنعذروا إلا يؤمنون إنما تنعذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشره الله فرطه أجر الكريم إننا نحن نحن نتا ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء آل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثنا وما أنزل الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الببين قالوا إنا تطيعنا بكم لإن لم تأتوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدينة يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأأتأخذ من مدونه آلية الإير بالوحباد بالذر لا تغنع مني شفاعة عمشي أولا ينقذون إني إذا لكي غلالي مدين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل دخل الجانة قال يا علي تقومي على علونة ما غفر لربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم وجودهم من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخيره أعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تضبط الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجديد مستقرد لها ذلك تقدير عزيز معليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس يمغي لها أن تدرك القبر ولا الليل سادق النهار وكل نفيف لك يسبحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاش ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة لهم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنهم وعيظين وإذا قيل لهم أن وفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين إن أمنوا أنتعم من ما يشاء أنتعم من ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ولالي بن مبين ويقولون متى هذا العديم كنتم صادقين ما يدعون إلا صيحة أول واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذى نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم نعمد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظلم لكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواهه تكذبنا وتكذبنا أيديم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعيدهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء لمصقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآنه مبين لينذر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا الأعمى فهم لها معلقون وذللنا لهم فمنها رقوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم يؤنصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جنود محضرون فلا يحجنك قولهم إذنا نعلم ما يصير صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الرجاب ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الكرسرين على صراطك مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ننذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا فيه أعلاقهم أولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أن نذرتهم لم تنعذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فشير رحمن بالغيب فبشر الله فرطه واجر الكريم إنا لحي المتاونة ونتم قد مواثرهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المسادون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شمثنا وما أنزل الرحمن من الشيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموصلون وما علينا إلا الملاغ الجمين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا لمعجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا مدينة يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعمل الذي فاطر لي وإليه ترجعون فأتأخذ من مدونه آلية الإير وإحباد بذر لا تغنع بني شفاعة عمشي أولا ينقذون إني إذا لكي غلالي مدين إني آبذنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجانة قال يا عليك قومي على علونة ما غفر لربي وجعل لي المقرمين وما وزرنا على قومهم بعدهم جنودهم من السماء وما كنا معزرين إن كانت النا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إلا كانوا به يستعزئون ألف نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محذرون وآية له الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخير وأعنابه فاجرت فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تذبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وأعيت لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجليل مستقرد لها ذلك تقدير عزيز عليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العوجود القديم لا الشمس ينبغيناها أن تذرك القبر ولا الليل شادق النهار وكل نفيف لك يسمحون وآية لهم أننا حمدنا ذورية في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاش ضرقهم فلا صريف لهم ولا هم موقفون إلا رحمة لهم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كان عنها معيصين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين أعملون أنتعم من أو يشاء أنتعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فيه ولا لبن مبين ويقولون متى عزل وعدين كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فيناهم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرصدون إن كانت إلا صيحة واحدة تفيداهم من العلدين محذرون فاليوم لا تغذر نفسهم شيئا ولا تجزر إلا ما كنتم تعبدون إن أصحاب البنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزعجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني أبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكثرون اليوم نخطب على أفواه هي تكذبنا وتكذبنا أينهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأننا يمصرون ولو نشاء للمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيعر ما ينبغي له إنه إلا ذكره ما قرآن مبين لنظر من كان حيه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عندك أيدينا أرعى من قوم لها مالكون وظللنا لهم فمنها رقوه منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربا أفلا يشكرون واتخذوا منذون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جمود محذرون فلا يحجوك قولهم إذ إنا نعلم ما يسر صغر وما يعلنون أولم لهم الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم بدا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان 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 ترجمة نانسي قنقر